تعالوا نسمع أول سؤال من أستاذ أحمد أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مش هطول على فضلتك علشان عارف المكاملات كثيرة على فعاتك على رأسي أستاذ أحمد ما تحرمش من حضرتك أنا دلوقتي سؤالي بسيط جدا أنا بقبض مرتلي وبديه لزوجتي طي وبتعمل بي جمعيات أنا عارف وهي أيلالي ما فيش مشكلة طي اللي فوقت بي إن الجمعيات دي أخدتها وبتكونها وحطتها في بسطة أو في بنك بإسمها هل ده يكون صح حلال ولا حرام ولا ألا أعرف حسب الإذن بتاعك أنت كنت أذلها بإيه يعني بس حضرتك هي دلوقتي لو أنها أنت ديتها الفلوس قلت لها اصرفي على البيت وفوطها في الباقي فكأنك أنت بقيت الفلوس دي لو أنها وفرت حاجة يبقى دليها لو أنت كان ده اللي أنت سمحت لها بيه آه خلاص بقيت الفلوس ده تبقى ليها لكن أنت لو قلت لها لو أنا أديتك الفلوس دي ولو فيه أي زيادة ترجعيني فيه أو فيه أي زيادة ترجعهولي يبقى ليه عملته ده وتمكانش صح لأن هي وكيلة عنك في الإنفاق على البيت لأن مين اللي بينفق وده لازم أقوله للستات كلها إذا كان الرجل هو اللي بينفق فأنت في مال زوجك وكيلة مش أصيلة إلا إذا هو ادالك المال وقال لك يفعلي ما تشاي في ناس بيعملوا كده أغلب الرجالة بيعملوا كده خذي الفلوس دي وتصرفي أنت وما ترجع ليش يبقى إيه اللي حاصل يبقى إذا كان هو قالها كده خلاص هي ممكن تتدخر منه آه ممكن تتدخر منه طيب لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي مياك فيك والدك بالمعروف ثم هي ترى أن هذا من أجل الأولاد ومن أجل العيشة ومن أجل الناس طيب لا هو قال لها إيه إصرفي والزيادة رجعولي أو الزيادة شوريني فيه لا يبقى منش من حقها أن هي تعمل كده فأنت لازم تشوف يا أستاذ أحمد أنت كنت قلت لها إيه لازم تفتكر كده لازم تفتكر إيه تفتكر كمان نيتك يعني أنت وبتحاول تراجع نفسك تفتكر أنت قلت لها إيه وتفتكر نيتك كمان كانت إيه